مدى إمكانية تمسك الحكومة بهذا القرار إلى أي مدى يمكنها تمسك بهذا القرار يعني معدم إضافة أي ضرائب جديدة في مشروع أو في قانون المالية الجواب على السريح هي مداخل الدولة من المحروقات الإضافية الدولة حسنة ما نappelle la balance de payment ميزان المدفوعات حسنة جيدا ولديها الآن حسب ما صرحت به ما بين 14 شهر إلى 16 شهر يعني واردات مغطاة تماما بالتالي للدولة هناك أرياحية مالية تستطيع من خلالها مواصلة ميزانياتها أو تنفيذ ميزانياتها في 2023 راح تكمل 2024 بدون اللجوء إلى الضرائب مباشرة ما نappelle la fiscalité directe إلى la parafiscalité بدون أن ترفع في ما يعرف لدى المواطنين في الضمان الاجتماعي وما شبه وبالضاربات المباشرة على العائلات دونك les impots directe sur les ménages et sur les entreprises على الشركات إذن الدولة إذا قررت عدم رفع الضرائب في 2024 من منظور الميكانيزم الاقتصادي أن لديها مداخيل حاليا كافية أو أنها تنتظر مداخيل قادمة سوف تعوض حاجياتها في الميزانية هذا مفهوم بسيط لكن هنا كلغة اقتصاديين ومن الـ يجب أن يعرف المستمع الكريم أو المشاهد الكريم والحكومة تعرف هذا جيدا وكل خبراء يعرفونه أن الحكومة تستطيع أن ترفع ضرائب بدون اللجوء إلى تسريح من البرلمان بطريق قرارات بطريق سكونابلان لاشاش سيغل الانفلاسون دونك هي تطلق نوع من تسريح الغير مباشر أو الغير معلن للتضخم وبالتالي الدولة تسترد بيد ما قد تنازلت عنها